في بلدة تيشور في محافظة ترطوس السورية تتواصل التعازي برئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد حيث أمت دارته وفود رسمية وشعبية وقيادات حزبية نجل الراحل أمين عام الحزب رفعت عيد شدد على ضرورة متابعة ملف تفجير مسجدي السلام والتقوى من قبل الدولة اللبنانية لافتا إلى أن موضوع عودته إلى لبنان هو أمر سياسي الحمد لله اللي الله توفى الوالد وهو مظلوم وغير ظالم كل المتمنى نحن هلأ من دولتنا العديدة بس ما ينطوى ملف قضية علي عيد يعني قضية موضوع اتهام وموضوع تهريب أحد منفزي تفجير التقوى والسلام لا تبين الحقيقة فقط لغير هيك نحن مكون أخدنا حقنا غير هيك ما مكون أخدنا حقنا منقوله للسيد الرئيس بشار حافظ الأساد مثل ما الأستاذ علي عيد عاهد القائد الخالد بالولاء وبالوفاء نحن كمان من عاهدك بالقسم الإلهي اللي بيقول اللهم والي من ولاه وعادي من عاديه وانطر من نطره واخذل من قتله لقد خسرناه كشخص ولكن ربحنا رصيدا كبيرا من أعماله ونضاله ولفت رئيس المجلس الإسلامي العلوي إلى أن الراحلة كان بعيدا كل البعد عن الطائفية والمذهبية